الاهلي بيتابع طبعا المنتخب الأولمبي باهتمام منتخب الأولمبي بإذن الله بكرة ساعة 8 مساء يخود مباراته النهائية بعد ضمان التأهل لدورة توكيو هيواجه منتخب كود ديفوار ساعة 8 مساء في نهائي كأس الأمم الأفريقية الأولمبية البطولة المؤهلة لدورة توكيو الأولمبية 2020 نحن نقدر نقول خلصنا الهدف الاستراتيجي وندخل في الهدف بتاع البطولة يعني فيه بطولات بتعملها عشان تكسابها ما بتؤديش إلى أي شيء غير أنك تبقى حامل للق لكن الهدف الاستراتيجي كان من البطولة دي أنك تصل لدورة الأولمبية وقد تحقق ولكن مؤكد تحقيق باقي الأهداف يخلينا نتعامل بجدية تامة مع مباراة الغد مباراة الغد هيسبقها مباراة غانا وجنوب أفريقيا ودي مباراة مهمة لأن مباراة التذكرة الثالثة أفريقيا بتأهل ثلاث فرع مصر وكود فوار طرفي المباراة النهائية خلاص تأهل إلى الدورة الأولمبية غانا والأولاد اللي حيفوز منهم حياخد التذكرة الثالثة وسافروا